الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد فالله سبحانه وتعالى يقص القصص في القرآن الكريم ليس للسرد والرواية فحسب وإنما للعظة والعبرة التي ترشد إلى سبل الصلاح والرشاد من القصص الواردة في القرآن الكريم قصة نبي الله سليمان الذي علمه الله سبحانه وتعالى لغة الطير والحيوانات ووهبه القدرة على التحكم في الجن والرياح والكثير من الكائنات الحية يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الحشر هنا المراد به الجمع أي وجمع لسليمان عساكره وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي فهم محبوسون ومجموعون بترتيب ونظام معين كل واحد منهم له مكانه وله وظيفته وله دوره المسؤول عنه ثم تحكي لنا الصورة ما كان بعد ذلك حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أي لما وصل الجيش إلى المكان الذي يعيش فيه النمل في مملكة سليمان قالت نملة على سبيل التحذير لبني جنسها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أي ادخلوا أماكنكم التي تسكنونها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أي لحتى لا يكون هلاككم على يد هذا الجيش الكبير وهم لا يشعرون بكم ثم تحكي لنا الصورة ما كان من شأن سيدنا سليمان أو ما كان من ردة فعل سيدنا سليمان بعدما أدرك ما قالته النملة لبني جنسها يقول سبحانه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها تبسم لفطنتها لأنها حذرت بني جنسها من خوفها عليهم من الجيش الكبير وتبسم لأن النملة وصفت الجيش الكبير وأحسنت الظن بهم قالت وهم لا يشعرون أي لا يقدمون على إهلاككم إلا بسبب أنهم لا يشعرون بوجودكم أو لا يشعرون بكم وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا الموقف فيه عبر وعظات كثيرة منها في قول الله سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الوازع في الحرب هو الذي ينظم الأدوار وهو الذي يرتب كل واحد في مكانه وهذا درس مهم في مسألة النظام ومسألة التنظيم في كل شيء وهذا ذم أيضا للفوضى التي تأتي بآسارها السيئة على الفرد والمجتمع في قول الله سبحانه وتعالى قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بيان لشفقة النملة على بني جنسها وهذا أيضا فيه درس لوجوب أن يشعر الإنسان بما يعني يعاني منه الآخرين الإنسان يكون مهتم بشعور الآخرين يكون مهتم بمشاكلهم يكون مهتم بحاجاتهم الإنسان يعني يحث دائما أبدا غيره على حسب الطاقة وينبهه على حسب الطاقة فيه أيضا بيان لعدم الأنانية يعني النملة لم تكن تفكر في أن تنجو بمفردها بل حذرت الكل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون في قول سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بيان أو دعاء للتوفيق للشكر لأن الشكر لا يكون باللسان في حسب بل لابد مع الشكر باللسان من عمل يدل على الشكر كما قال ربنا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور كما أن في الدعاء بيان لحلاوة الانضمام لفريق الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا الدعاء الذي دعا به يوسف من قبل توفني مسلمة وألحقني بالصالحين وهذا يدل على أهمية القرب من الصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته